في رد على الانتقادات خاصة الإسرائيلية منها أكدت هنا الخارجية الروسية وجهة نظر سيرجي لفروف التي زعم فيها أن الزعيم النازي أدولف هتلر كانت لديه جذور يهودية وأن النازيين الجدد يحكمون كياف في الوقت الراهن واعتبرت الخارجية الروسية أن كون الرئيس الأوكراني فولودمير زرينسكي من أصل يهودي لا يمنع يكون النازيون الجدد ممسكين بأوكرانيا مضيفة أن مناهضة السامية في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف بل على العكس تجري تغذيتها في أوكرانيا ورأت الوزارة أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد متعارضة مع التاريخ بعد أن استنكر اتهام اليهود بأبشع الجرائم في التاريخ قائلا أنها ارتكبت ضدهم إلى ذلك ندد زعماء عدة دول غربية بتصريحات لافروف متهمين روسيا بنسيان دروس الحرب العالمية الثانية